أما الرسول صلى الله عليه وسلم فليه خصوصية في الشفاعة سأل العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار إزاي نحصل على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم